السلام عليكم كيدا يرين لبس عليكم اش خباركم كل شي لباس اليوم عندنا قصة جديدة وزوينة بالزهر كانت منى منكم تتبعوها حتى الاخر وانا متأكدة ما غاديش تندمو وكانت منى من اللي باقي مشتركش في القناة يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد في مكان خالي ما كانش حس بنادم خلاء واسع من جيهة وغابة كتيفة الاشجار من جيهة تانية كتتوسطهم الطريق السيار الي قليل فين كيدوز من هالحديد اضلام حالك واسوات مخلطة كتخوف كتتسمع من وسط الغابة ناديرا فين كتلقاش بنادم كيدور هنا كانت سيارة واقفة بجنب الطريق احدى واحد منحدة اضواءها مطفيين وزجاج النوافد ديالها مضبين ما مخلينش الرؤية واضحة السيارة كتتحرك طلوعا وهبوطا بوطيرة سريعة وقد تسمع اهات فتاة على الجهد كانت فتاة في اوائل العشرينات ناعسة في مؤخرة السيارة وفوقها الشاب في اواخر العشرينات مجردين من ملابسهم خدامي وما كينينش في هاد العالم ما حاسينش بلي ضاير بيهم كملوا وخرج غادي يركب القدام وهوين مح سيارة واقفة عليهم بعيد شوية واقفة جنب الشرطة استغرب حيث ما كانتش في الجاو اركب عاد تبعاته البنت واركبات حداها القدام من بعد ما لبسات حويشها وهي تقول تعطلت اليوم غادي يقتلني اخويا قال لي هالشاب يا قلتي تخل الحبس عود تاني وهي تقول راه خرج البارح قال لي هالشاب بز ناس فاشل معرزوا دي ما حاصل وهي تقول كون غير عطاه الشي عشر سنين ونتهنه ومنه الشاب خدمت طموبيل وهي تقول شفتي ديك الطموبيل قال لي هالشاب شفتها ومن بعد قالت ايه انت جات قاها ما سمعت حسها فاجدازت من حدانا قال الشاب واحنا ماننا وهي تقول عندك غير يكونوا البوليس قال لي هالشاب مالكي مكلخة البوليس ايش غادي ديروا في هاد الخلا وزايدون كون كانوا همانيت كون وقفوا علينا البنت قالت يقدرش حد دارت به أمبان يلا هنمشي ونشوفو قال لي ها اديها فرسكو سكتينا دي مار الطموبيل وتحرك غادي الجيهة المعاكسة فين كينات طموبيل الأخرى وكيشوف فيها من المراية الأمامية دروا راسه ورجع باللور حتوصل حداها ووقف الطموبيل ما بليه والو وما كيناش الحركة والزاج ديال الطموبيل كان فيني ما كيبينش نزلوا قرب حداها والبنت حتى هي تبعاته وهفطات ووقفات بعيد أما هو قرب حتى لعند النافضة ودقجوش دقات ولا من موجيب عاود دق حتى حد ما رد عليه حق إده للفوانيد يلباب من جهة السائق وهو يفتح زاد حلو وهو يبعد بخطوات سريعة اللور حتى تعطره طاح وبقى راجع باللور عينيه خارجين ووجهه صفار والهضرة مشات ليه البنت شافته هكاك ومشات التحنات عنده كتسول فيه وهو الهضرة هربات لي قالت له البنت ما لك شنطر عليك الشاب كان مصدوم قال ها مقتول الدم الهضرة ما بغايت تخرج ليه كي نعت لها بصبع الجهة الطموبيل وعينيه خارجين وقفات وقربات بدورها حتى وصلات حدا الباب وهي تشوف أبشح منظر ويمكن تشوفه في حياتها كانت جثة رجل عامر دمعيات جيها تصدره وحجره رجليها فشلوا عليها وولات كلها كترعد مشات كتجري الجنب الطريق وبقات كترد حتى طاحت على ركابيها ما استحملاتش بشاعة المنظر وتروع عليها خاطرها وعينيها كيدوروا بوحدهم وزادت كتبكي الشاب بقى مدة جالس في الأرض حتى شد فراسه وناد تلفت وبينت ليه جالسة جنب الطريق مشاشت فيها ونوضها وجرها لطموبيل دياله وهي كتتحطر في رجليها ما قادش تزيد وحتى هو ما كيقلش عليها باقى الخلعة شده ولكن بغيبها حد على هاد المكان قدر المستطاع ركبها ودار ركبه كثيره ما بقيش دار غادي بأقصى سرعة البنت كترعد وكتبكي وقالت شفتي قتلوه ماء مات ياك الشاب قال لها نسايدك الشي اللي شفتي وهي تقولو خاسنا نبلغو البوليس قال لها الشاب حماقيتي ولا مالكي بغيتي لبقوها لنا قالت خاسنا ضروري نبلغو باشي عطقوه لكان باقي حي قال لها الشاب وديها فراسك نجبدو على راسنا ما شاكين احنا فغينا عليها وهي تقول ناري شكون دار فيه مسكين هاك عك قال ليها الشاب صافي سك تينا ما نسمعش حسك كملوا الطريق وهو مساكتين كل واحد فيهم كيحاول يستوعب دكشي اللي شاب دخلوا للمدينة والدنيا عامرة شي غادي شي جاي ادخل الشاب مع أحياء شعبية وحط البنت حدراس واحد الدرب وزاد مع الطريق أصبحنا وأصبح الملكه لها كانت ناعسة فوقنا مسية صغيرة ديالشخص واحد شعرها كحل ومغطي لها وجهها فتحات عينيها بتطاقل وهي كتتعكس وتجبت بحالش يمشيشها ناضت خجات تفرج ليها طانتو فاروز وتوجهات الحمام قدات حاجتها وغسلات وجهها وهي كتشوف في انعكازها في المراية عيون كبار عزلية مشفرة وشفاه ممتلئة شعر كحل طويل وبشرة سمرها خرجات من الدوش ومشات لبيتها وتوجهات لنافضة حيديت الريدو وفتحتها وحتى دخلات أشيعة الشمس وضوات الغرفة وخرجات وتمات غادة شبديت ليكيت ودارتون فتنيها كتسمع الأغانيها المفضلة وصلات المحطة ديالتوبيس ووقفات كتسنة وهي مبعبة على الناس من طبعها حدود يوم عزلة عيشة في عالمها الخاص كتحاول تحاشى بنادم قدر المستطاع وما تتحاكش معاه شخصيتها شخصية غير اجتماعية على الإطلاق جاءت توبيس وركبات فيه وكان عامر ومنلي وصلات البلاسة اللي بغات ووقفت توبيس هبطات قد غادة حادرة رأسها وقد تمشى بهدوء ومخشية في رأسها كيتسطحوا فيها المارة ويدوزوا كأنها ما كتبانش لهم ووصلات قدام بناية كانت خاصة بمجلة خاصة بالفاشن سيحات الموضة وأخبار المشاهير حيدات لكيت وخشاتهم في الحقيبة ديالها وطالعا مع الدروش تكت مع صوت كينادي بسميتها غادير تلفتات وشافتو جاي على دراجتو النارية وقفها عن القارديان وحيد الكاسك وحطو في بلاستو وتم جاي جيهتها كيجري بتاسمات بتسامة خفيفة وهي قد شوف فيه جاي قبالتها وقف حداها وسلم عليها باسها من حنكها وهو مي حمار وخدودها وتحرقوا ناحية الباب قال الشعب غادير صفا قالت بي خير الحمد لله وهو يقول مزيان البارح مالكي ما تسنيتيني نوصلك مم؟ وهي تقول ما بغيتش نحط بك را همشيت في الطوبيس ركبت في آخر واحد وهو يقول الشعب ايوا وكنت فاوتي معاه تبقى منشورة قرسها فخدها وقال كوني تسمعي الهضرة ملي نقول ليك تسنيني تسنيني اوكي؟ غادير قالت له اوكي سيف واش غادي تتحول من المجلة؟ قال سيف نو ماشي دابا ولكن ما غاديش نبقى ديما عارفاني دارس الصحافة وباغي نكتب دك شي اللي كتير اهتماني ماشي تفاهات ديال تبرقيك ايش قال هاد الممثيل؟ معامل مصاحب هاد المغني ايش حال كتوزن هاد العريضة؟ هاد شي ماشي ديالنا شافي هوقان عارفك حتى انتيشة غافك تكوني صحفية حقيقية تكتبي على القضايا اللي كيهموك واتبتي راسك وقريب ان شاء الله نوصله المبتغانا وكيف ما كتعرفي خدمت في هاد المجلة غير باش نزيد في السيفي ديالي وملي نقدم الجريدة اللي باغي غيقبلوني هاد المرة قالت له غادير ان شاء الله تقبل انت اطمح شخص عرفته في حياتي وغادي توصل دك شي اللي بغيتي وهو يقول سيف نوصله انا وياك ماشي غير انا بوحدي ضحكات غاديره قالت اه نوصله سيف شاب واسيم عنده 26 سنة قاهر الفتيات اللي شافتو كتطيح فيه خاصة المراهقات مظهروا شبابي حروفه كحلين وعيون سوداء وشعر وحواجب كحلين عنده جسم جتاب ورياضي وطوله متوسط صديق غادير المقرب والوحيد دخلوا المجلة اللي خدامين فيها هادسة شهور من بعد ما تخرجت غاديروا سيف من معهد الصحافة اللي تعرفوا فيها على بعض وولناوا أصدقاء مقربين قدموا العدة جرائد باش يخدموا في الصحافة المكتوبة ولكن تلقاوا بالرفض لعدم وجود أي تجربة أو خبرة عندهم رغم الديبلوم اللي واخدينه حتى كانوا غادي يستسلموا وهو يتلقى سيف عرض من عند مجلة شاين لكي ترأسها صاحب الأب ديالو قبل رغم أنه ما عندوش رغبة يخدم في مجلة الفضائح والإشاعات والأسياق ولكن فكر أنه يقدر تنفعوها التجربة وغادي تساعده يتقبل في البغا سيف منعه إلى ميسورة كان بإمكان الأب ديالو يتوسط له ويخدم في المبغا ولكن مرافض يتلقى أي مساعدة باغي شقة طريقه بوحده يوصل ولكن فاش قطر حالي الأب ديالو فكرة يخدم مؤقتا في هذه المجلة كان باغي يرفض ووافق السببين اللول غادي تحاونه ويكسب خبرة والثاني هو غادير كان عارف ما غاداش تلقى ليساعدها دكشي علاش وافق بشرط خدمه بجوش قبل بهم رئيس المجلة ومن ديك الساعة وهما خدامين فيها كيكتبوا مقالات ومواضيع محدودة داخل إطار دكشي اللي محروفين به مجلات طلعوا في السونسور للطابق الخامس تمك فين كين مكتب مشترك في عدة مكاتب صغار كي يجمع عدة موظفين كلها قالص قدام المكتب ديالو وقدام في البسي ديالو الأغلبية كانوا شباب قلسات غادير وبشرات بخدمتها واحتى سيف قلس في المكتب ديالو اللي بجنبها حط الكاميرا ديالو اللي ديما مرافقها فوق المكتب وبدك يشوف في الصور اللي يخدع وفي مكان آخر كانت سيارات الشرطة في كل مكان وبجنبهم سيارة الإسعار الدنيا عامرة برجال الشرطة والمسعفين واحتى بعض الصحفيين اللي شمشموا الخبر وحضروا باش يكونوا الأوائل في أخذ السبق الصحفي ولكن مانعين عليهم يدخلوا داخل الخط الأصفر اللي متوقن به مسرح الجريمة وبعاد ما كانش كيف يديروا ياخدوا صور أو يشوفوا أشواقع داخل السيارة الشرطة توقو المكان وبقى وبعاد حسب الأوامر حتى حد ما يقرب للسيارة حتى جواحد فيهم بغا يدخل ومنعوا الزميل ديالو قال الشرطة اللي وين ما يمكنش تدخل وهو يقول الشرطة التانية علاش بالسلامة قال الشرطة اللي وين الضابط اللي مكلف بالقضية من احتى واحد ما يقرب من مسرح الجريمة حتى يجي قال الشرطة التانية شكون هذا وشكون كلفه ياك جاع وصلنا الخبار غير هذا الصباح شرطة اللي وين قال كي تلقينا البالاغ وباللي ممكن تكون جريمة قتل تاصلوا بالضابط من فرع الجريمة وكلفوه وبالقضية شرطة التانية قال اف ده غي يزربوا علينا داب احنا نخلي وليه القضايا الوعرة باش يزيد ترقة واحنا نشده الشياطة شرطة اللي وين قال سكوت الى سمعك يحرر فيك عيشتك دوك لخدامين معاه كي يعودوا عليه قاسح وخايف وهو يقول الشرطة التانية بزعت الى واعد ما يجيش تصعصع علينا احنا هادوك صحاب فرع الجريمة دي ما كتكون زايدة فيهم من غيظة كي حسب لهم غير هما لخدامين الشرطة اللي وين قال ليه اجمع راجع موراك دار الشرطي اللي من صباحه هو حال فمه وهو يبال ليه شخص طويل كتاف وعرات عينهم جبدين بحال ديال استقر لونهم زرق مغلوق وتخنزيرة مرسومة على وجهه جايوا هاز راسه الفوق كيتمشى بثقة عالية وكي يشوف القدام البوليس اللي كيقرب ليه كيخوي ليه الطراق احتوصل حذا دوك الجوج اللي كانوا شادين فيه الحديث البوليس اللي هو الكحز من طراقه حذا الراسه لاخر بقى واقف وبغي يدير فيها صعصع شاف فيه انطابت من التحت وهذا حاجب وداز فيه وضربه بكتفه احتد زعزع ده بالبوليسي قاس وغير بكتفه وفقده كخينات توازن على شوية كان غادي طيح هزت ضابت الصمتة الصفراء وداز من تحتها وقرب للسيارة بخطة تابتة كيشوف ويسكاني بعينيه شوية دار وعيط على جوج شرطيين من فريقه جاو كيجري قال شرطي نعم الشاف الضابت دار عند واحد فيه وانطق بصوت رجولي كيزعزع تاصل بالشرطة العلمية دابا يحضره وهو يقول الشرطي حاضر شاف وجبد التلفون ومشا يدير خدمته الضابت شاف لاخر وقال جيب لي يدك اللي بلغ بالجريمة وكيشوف في البوليس اللي معمرين الدنيا وقال هيد رباعة المكلخين احتى واحد فيهم ما يعتب هنا مفهوم الشرطي قال هي اللي ولا الشاف مشا الشرطي كيحدر لاخرين باش ما يقربوش لمسرح الجريمة ومشا عند الراجل اللي بلغ كان باقي واقع جره والداهل عند الضابط اللي كان مدخل راسه في السيارة وكيشوف في الجتة قبل ما يرفل إهجف الراجل واقف قريب وكيبعد عينيه باش ما يشوفش دك المنظر البشع وكيستغرب من الضابط اللي كيبرقق بحلة كيشوف في مونيكا ماشي بنادم اللي مقتول دار عنده الضابط كيشوف فيه منظرات غير مفهومة خلات الراجل كيتفتف كأنه داير شي حاجة وهو يقول انت اللي بلغتي الشرطة الراجل بدك يترعد وقال اه هسيدي الضابط قال عاود لي من لول امتى وكيفاش كتشفتي السيارة الراجل قال انا اسيدي كنسو كاميو ونعت ليه جهة الكاميو هادا كليلهي كنت دايز من هنا هاد الصباح دايز سلعة وشفت هادو التموبيل واقفة والبن محلول قلتي مكن وقفات المولاها وهادو الطريق ليه اللي كيدوز منها انقصت من السرعة وطليت وما بالي يحد وقفت الكاميو وهبط نشوف كي قربت وهو يباليه الضابط قال له ببروت ايش بال ليك؟ قال الراجل بال لي يا راجل عامر دمايات تخلعت وبعدت ورجعت ركبت في الكاميو ديالي كنت غادي في حالي ولكن قلت نعلم البوليس تاصلت وقالوا لي اللي نحت ليهم المكان ما عرفتش بالضبط فين كاين وقلت هاليهم وقالوا لي نبقى فين اهنا ونخدم جي بي اس باش يلقاهوا الموقع وذاك الشي اللي درت وفاش جاو بغيت نمشي ومخلاونيش قالوا لي خليك حتى ناخده افاتك الضابط قال لي ممم مزيان قربت للتوموبيل هالزيتي منها شي حاجة قال لي هالراجل لا زيتي والله ما قربت ولا هزيت شي حاجة قالت الضابط متأكد حيت غادي نهزوقي على البصامات وإينا القينا ديالك غادي تكون المشتبه بيه اللون الراجل اسفار بالخلعة وقال كنحلف ليكا زيدي ما قربت ليها انا غير مسكين كنسوق هاد الكاميو كنهز فيه استلعا ديال اللي بني باش نترزق على الله كنت غادي نمشي بلا ما نبلغ ولكن ما طاوعنيش خاطري واتصلت بالبوليس شاف الضابط الصدق في كلام الراجل حيت عنده مهارة يفرز بناتم إلي كان كي يكدم من تعابير وجهه وقال سير مع هداك الشرطي غادي ياخد أقوالك وغادي تمشي في حالك ومنلي نبغيوك غادي نتصلو بيك مش الراجل وجاو فريق الشرطة العلمية اللي موالف الطابط يخدم معهم في القضايا اللي كيتكلف بيها لأنه كيتيق في مهاراتهم كانوا جوجد الرجال ومراء دايرين قفازات وهازين المعيدات ديالهم باشروا باستكشاف مسرح الجريمة شي كيصور وشي كيهز أي حاجة يمكن تكون دليل محتمل كي حطوها في بلاستيكا وهو مخدامين هو وواقف عليهم حتى يكملوا وعيطوا على المصعفين هزوا الجدة باش يديو هالمختبر يديروا لي هدى الشريح من بعد ما تأكد من أن كل شي هو هداك مشاجه سيارتو وركب وكسيرا بلا ما يهدر مع حد وهو يقول الشرطي الثاني نيري على بنادم كيف داير قال الشرطي اللول زيد نديرو خدمتنا راك ما عارفش راسك معامل الشرطي الثاني قال معامل بنادم حاسب كنروح لوالو وهو يقول اللول ها سيدي إلا كنت يعايش على وجر هاد الكورة الارضية غادي تعراب باللي ما يمكنش تلعم عالطابط صخر بن يازيد وتبعد على ساحته قدر الإمكان ولا تصدق خارج على راسك الشرطي الثاني خرج عينيه وقال صخر بن يازيد هذا هو قال اللول آه هو هادك يوجمع راسك امشا كل واحد للدائرة في الخدام صخر اسم على مصمم ما كاينش مقصة من هذا الرجل شخصية صلبة عديمة الإحاسس حياته مقتاصرة على مطاردة المجرمين والقتالة وزجهم في السجن المكان المناسب لهم كيكرههم أشد الكورة وبالنسبة لي ما عندهمش الحق في العيش وما كرهش كل قدام يتنفد عليه حكم الإعدام لأن السجن واخه يكون مؤبد قليل في حقهم وهم أبشع وأكره المخلوقات بالنسبة لي عمره ما تكلف بشي قادية وما لقاش المجرم أو الجاني عنده مهارة خاصة حياته هي خدمته وكيكرس لها معظم مقته وكيعتبرها واجب وعمره قصر فيها من بعد ما غادر مسرح الجريمة اتاجه المركز وادخل وكل شي كيلقي عليه التحية ادخل مكتبه دار اتصال وفتح الملفات لقدامه كيقرأ فيهم دازت مدة وجاه اتصال جاوب وناد كيتم الشبخه تسريعا اركف التموبيل والتاجه الاسبيطار تابع المركز وصل وحط التموبيل في الفاركينج واطلع للتاج اللي فيه المختبر ولقى الفاريق كله تمامك الفاريق متكون من عمر ومراد ورانية من أحسن الدباط واليد اللي ومنال سخل قال لهم شنو لقيتو؟ وهي تقول رانية طبيب التشريح غيقول ليك النتيجة عاد نهضره وشافت في الطبيب وقالت له تفضل وهو يقول طبيب التشريح وهو كيشوف في الجتة اللي فوق البياس ومغطي جهة حجره فقط قال كيف كتشوف؟ الضحية عنده ثلاث طعنات جهة السدر وبالضبط في القلب حيض الغطاع الحجر والفاريق كلهم عفوا المندر وقلبو جهة هم إلا صخر وبقى كيشوف ويسمع بتاركيه الطبيب قال القاضي بديه له ما كاينش مقطع بشيء آلة حادة غالباً غتكون سكين ديال المطبخ وغطاعه التالي وهو يقول صخر طعناته ما سبب الوفاة طبيب قال له آه لقينا في الدم ديال ومادة منومة خلاته يفقت الوعي عاد تم التطعن ثلاثة المرات في القلب من بعدها تقطع القاضي وهو يقول صخر ووقت الوفاة طبيب قال ما بين ديك الحداش والتناش ديالليل مساء أمس صخر قال هاتشي اللي كاين ما كاينحتاشي حاجة أخرى وهو يقول طبيب هاتشي اللي توصلنا لي هات الساحة صخر قال اوكي اي جديد نبغيك تعلمني بيه في الحال تم خارج وتبعوه الفاريق ديالو غادين في الكنوار والحاديث مستمر قال صخر اكيد لقيتوشي حاجة في مصرح الجريمة قال عمر للأسف وانو ما كاينحتاش عرا ولا نبشى على جسم الضحية اللي تقدر توصلنا الجامل صخر قال والبصمات مراد قال داخل السيارة كاينين بصمات الضحية فقط ولقينا بصمات على البوني ديالباب من جهة السائق باقي كان بحتوا علموا لها قالت رانيا تعرفنا على شكون الضحية اسميتو يوسف الصديق تاجر خانة فلوس عنده مزارع في المغرب كله كيصدر الأوروبا وآسيا والسيد مرفح بالمزيان السيارة للقناة فيها ديالي ومكتوبة باسميتو صخر قال ما كيهمنيش شكون يكون ركزوا مزيان ما تفلتوا حتى حاجة تحقوا من أي حاجة وعاودوا شوفوه ضروري ما يكون المجرم خلى آثار مورعه وهو يقول الفريق واخش شاف ادخلنا سونسور وخلاهم يكملوا خدمتهم ومش اطلع في التوموبيل ورجع للمركز ابقى تم محتل تنوش دياللي خرجوا خدا التوموبيل وكزيرها موقف حتى الحدى الوحد الحي راقي وهادئ وفيه بنايات عالية ادخل وطلع فيه سونسور حتى الطابق التاسع فين كي نشقة ديالو دووش وخرج تشبح فوق فوتي وصرح رجلي فوق الطابلة وهز البازي ديالو وحطوه في حجره القى الفريق سيفط ليه التصور والتقارير وبقى كيشوف التصور الضحية وكيحقق وكيشرف قهودو وبقى مدى حتى حسب العياء وحط البازي فوق الطابق ونادد خل بيتو اللي غالب عليه الألوان الغامقة القري والكحل والبنو تلاح فوق نانو سيتو وناس وفي مجلة شاين بعد يوم مدعب وممل نفس الروتين بالنسبة الغدية كملت كتابة المقال اللي تعطى لها ونادت هزات ساكر شاف هزيف وناد حتى هو اهبدو وخرجو من المجلة بغدت ودعو تمشي لمحطة الطوبيس ومخلاهاش جرها معاه الباركيند وحلف حتى يوصلها خاصة انها كانت العشرة ديال اللي اركبوا طلعات موراها قفزات فاسمعات صوت المطور مجهد شدات في الحديدة موراها حيت حشمات تشد فيه حس بيها وهو يشد ايديها دورهم على خصو وزاد غادي بسرعة تخشات فيه حيت خافت وبتاسم وعجبه الحال وانقسمت السرعة شوية ماداش بالسفد يالوقت ووصل الحي اللي ساكنا فيه ونزلت وبقاه وفق المطور وهي تقول غادي شكراً واسمح لي عدبتك معايا قال لي هاسيل كيف جاتك الركبة قالت قال لي هاسيل ما بقاش تشكرني ولا تحتاضري راه غادي كحاليك كانت بقاي معطلة في الخدمة وباغت رجعي في الطوبيس ما خفتيش على رأسك في الصباح معليش تركبي فيه ولكن بالليل خليني نوصلك حتى تلقايش حال قالت واخا وهو يقول يالله سيري طلح للدار ترتاحي ظهرت غادي وهي بغاة تموت بالفرحة عجبها الحال وعجبها تعامله معها احتاز معاته كي ينادي بسميتها وتلفتات ورجعت عنده كتشوفيه بتساؤل كان حابس الضحكة وقالي ايوا اعطيني الكاسك ديالي ولا بغت نعسي به دارت ايدها على رأسها ولقات رأسها بابقة دائرة الكاسك مرقات حي تلفها ومساعده بداتوا ليه ومشات كتجري داخلها مع العمارة ومزنقا من الفرشة حطت الكاسك في بلاستوه وميت بالضحك على منظرها وهي كتجري ابقى واقف احتشافها دخلات ودمارة ومشات عير دخلات رغد للشقة في مساكنة اللي هي عبارة عن شقة صغيرة فيها جوج بيوت واحد بيتها في نكتنعز والاخر مصدود وصالة كبيرة شوية فيها فراش عصي وبلازما وكوزينة صغيرة بعد ما قلت تكات فوق ناموزيتها الزيت صورة بالكادر حطاها فوق الكوافول اللي حدا راسها عنقاتها لصدرها وتخشات تحت الغضاء غمضات عينيها ومزلات دمعة كتجري على خدها حتى وصلات لمخدتها غاصت في عالم الدكريات وأيام طفولتها حتى غفات وككل يوم نعت صخر من النحاز دوش والبس عليه فطر وخرج ديري كتل مركز حطت موبيل ودخل المكتب تيالي ودار اتصالي قال دابة تكونوا عندي وقطع ما دايش بزاك تيال الوقت وهو يسمع الدقان واعطى الإدم بالدخول ودخل الفريق الصخر كان مسرح فوق الكرسي ودار رجليها للمكتب وقال عمر أعطيني الجديد باختصال عمر قال البصامات لقينا ملاهمة ومدلي هوتائق وقال شاب في عمره 26 سنة والعنوان دياله كينتماك وقال المعلومات عليه الصخر قال مزيان جبتوه اللي ما زال قال عمر كانت سنة وأوامرك باش نعتقله وهو يقول الصخر عمر انت ورانيا غادي تحاودو تفليو السيارة ديالبطحية وأنا وموراد غادي نراقبو المشتبه قبل ما نعتقله إلا كان هو الجاني وما القيناش السلاح بشرتاك بالجريمة وهو أصدر ما يحتارفش غادي يخرج منها بسهولة خاصنا نعرفو تحركاتو أولا ونشوفو واش كيناشي حاجة مشبوهة عليه عاد نجيبوه الاستجواب الفريق كله قال اوكي شاب وهو يقول صخر تحركوا كل اللي يدير خدمته ناد عمر ورانيا ومشاوا يكملوا شغلهم وبقى الصخر كيفكر ويخمل عاد ناد خرجو تبعو موراد ركبوه في التموبيل ديالصخر وغادي للعنوان ديال المشتفى به وصلوا الحي في فيلات متوسطين ووقفوا بعيد وعينهم على الفيلة المعلومة وبقوا كي تسناهم دازت شي نص ساحة وهو يبال لهم شاب خارج من الفيلة بسيارة من نوع مرسيديس كان بنفس مواصفات داك اللي كيقلبوا عليه تبعو صخر بلا ما يعيق احتوصل الحي شعبي وقف راس الدرب والصخر واقف بعيد حاضي شوية بانك لهم بنت شقراء ركبات معاه وديماره تبعوهم حتى وقفوا حدا شريكا بقوا مده واقفين عاد هبطات البنت وتحركات الطموبيل تبعوهم مجددا وبان لهم وقف حدا واحد الرسطو ودخل ادخل صخر وموراد وقلصوا في طبلة بعيدة عليه وحاضيه كالس مع جوج ديالتراري آخرين طلبوا الأكل وكلوا في جو ديال الضح والتقشع عاد نادو وكلوا واحد ركبتوا موبيل ديالو ومشاوا وأكيد صخر باقي تابع المجتمع النهار كامل وهم مراقبينو حتى الليل ختمها ومشا لبوات صخر كان واقف خارج لبوات وموجه كلامو الموراد غادي تدخلت بعدك الويل متفلتوش حتى يدخل دهرهم أي حاجة جاتك مشبوهة علمني موراد قال له وخاش شعر أهبط موراد ودخل لبوات وصخر كثيرة موقف حتى القدام الشركة اللي وصل لي هالمشتبة ديك البنت وصلت سعود ديالهين وأغلبية الموظفين خرجوا كان غادي حتى بانت ليه خارجة نفس البنت وقفات حتى الباب كتقلب بعينيها شوية هزا التليفون ودارة اتصال كتسنة وهي تقطع بالزعار تحركات وصخر تابعها بشوية حتى بانت ليه وقفات حتى بلاكة ديال طوبيس أهبط منتو موبيل ودار قبت جاكتة دياله على رجل ومشا وقف موراها شوية جات طوبيس وطلعت وطلعت هوا خلصوا بقواقف بعيد عليها تحركات الحافلة وكان السحان وشوية وهي توقف في المحطة الخرى طلعت غادير كالتزاحم مع ابنادم احتى ركبات ومالقاتش في انتوقف ووقفات في وسط الحافلة دايرة الكيت فدنيها كيف مالعادة وشعرها مغطين الصوجها البلاسة فين كانت واقفة كانت عامرة دراري باين عليهم شرمليل وغير شافوها طلعات وحطوا عليها العين كيشوفوا فيها شوفات ديال بديها هي حادرة راسها ومعنقها حقيبتها احتى حسات بشي حد كيتحاكمهاها تكمشات وكتحاول تبعد وتبدل بلعصة ولكن كانوا مدورينها كتشوف بعينيها اللي كيبان عليهم البراءة والخوف وبحال ليلا كتستنجد بشي حد اعتقها من هاد الموقن ولكن شكون داها فيها كل واحد داها في راسه وما باغي مشاكيه حط واحد فيهم ايده لخسرها وهي تقفز ولا تكترحل وعينيها تغرغرو بالدموع ساخر كان في مؤخرة الطوبيس واقف حد الباب ومراقب ديك البنت بشوفاته الحادة حرك عينيه وهي تجيب جهة غادير اللي مدورينها ثلاثة وسطهم المشهد باين غير اللي بغي تحامع ويدير بحال ليلا ما شافش عقد حجبانه وتحرك كيدفع فبنادم حتوصل حداهم مد ايده وشد في الدراع غادير اللي حادره راسها وشعرها هابط على وجهها جرها من وسطهم ويالله بغي يدوي واحد فيهم خنزر فيه صخر واحد مولاتيت خنزيره احتد كمش داك الاخ هو وصحابه واخاهوما ثلاثة شافوا حجموه وجهول اللي حمر كيبان ملقوا سقلوا بغاو السلامة جرها معاه بلحت كلمة وهي ما عارفة شنو واقع ما فهماتوا هاد احتوقف هاحدة حاية الحافلة مكالي عليها بيده جات وسطهم ذاحم عبنادم ومخلي مسافة بينها وبينه عاد فهمات هاد التصرف الشهم اللي جا من هاد الغريب وانقدها هزيت راسها فيه وبان لها كيشوف واحد الجهة ابغاد تشكره واتعقد لها لسانها وبغاد كتتأمل في وجهه اللي ما واضحش مزيان بانوا لها غير عينيه الزرقين المغوشين وريحتوا اللي اختارقات انفها تشجعات وفتحات فهمها بشتقول ليه شكرا وهو يبان لها تحرك وهبط بسرعة البرق ابلا ما يشوف جهاتها تبعاتوا بعينيها حتى ما بقاش كيبان والطوبيس تحرك وتبسمات بينها وبين راسها شوية جمعاتها فاشتفكرات دو كدرعين هزيت راسها وشافت فين كانوا واقفين ما بانوش لها عاد ارتاحت وصلات لمحطتها وهبطات كدزر ما ارتاحت حتى وصلات للحي ديالها ودخلات مع العبارة اما سخل فاش شاف البنت اللي تابع نازلة تبحى حتى وصلات لدارهم عاد خطت تاكسي ورجع للمقل تلاقب الفاريق وهدروع للمستجدات ديال قدية صخر كلف شرطيين يرقبوا المشتبه به هو والبنت اللي كانت معاه لمدة تلتين عاد امر باعتقالهم بهدوء ودكشي اللي داروا الشرطة كان صخر جالس في المكتب دياله احتاجه عنده الشرطي وعلمه بلي كل شي جاهز ناد خرج وتوجه لغرفة الاستجوعة كانت غرفة بيضة وفيها طبيعة وجوجت لكراسة وفي واحد الحاتم راية اللي بالطبع من الجهة الاخرى غرفات المراقبة كيبال لهم اش كيوقع في غرفة الاستجوان ادخل صخر لغرفة المراقبة وكان وجوجه رجال الشرطة قالسين كيشافوه وقفه ولقاوا التحية وماء براسوه وربع ايديه كيشوف من استاجعه عمر قالس في كرسي مقابل مع المشتبه اللي دايرين له المينوط ايديه خرج من غرفة المراقبة ودخل من باب غرفة الاستجوان عمر شافوه اخوات طريق اخرش صخر واقف وكيشوف المشتبه هذا الرجل وساكت مبغاش يهدر ومن اللي جابوه منطق بشي حاجة صخر دهت وتقابل معاه واتحنا وحت ايديه على الطابلة كيشوف فيه وقال لي انت اللي قتلتي هيك المشتبه هز راسو شاف صخر بلا ما يجعوه هو يقول صخر ما غاديش تعتارف اوكي ما عليش غير هو ماشي في صالحك كان غادي يتخفف عليك الحكم اللي اعتارفتي ولكن دابا فات الفوت صاحبتك شهدات فيك باللي انت اللي درتيها المشتبه خرج عينيه من الصدمة وقال لا ماشي انا ديك سلقوطة غير كتكدب صخر قال واشنو كنتي كدير تموه واش جاب بصاماتك للسيارة ديالتحية هو يقول المشتبه انا والله ما قتلتوه وما كنعرفوش كنت تموك انا وديك الخانزة شفنا الطموبيل واقفة قلت شي حد سكتات به الطموبيل ومشيت نشوف القيت راجل مقتول وهربنا من تموك هاد شي اللي وقع صخر كان كيدور عليه هو يقول هم وايش كنتو كديرو في هدك الخلف هدك الوقت المشتبه قال كنت غير دايس قال ليه صخر متأكد المشتبه بدا كيتفتف وقال اه 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 قال ليه صخر واثار عجلاتك اللي لقينا احدا المنحدر حيدلك اكنا اللوتو ديالك كانت واقفة في ذاك الموقع المشتبه بيه صفار وقال هم انسيت وقفت حيت صخر خبط في الطبلة وقال غادي تبقى تفتف عليها هنا انطاق ما عنديش نهار كامل قال المشتبه بيه كنت معها ديك كن صخر هز حاجب وقال اه فهمت المشتبه بيه حدا راسه وهو يقول صخر ايو اقولها من الصباح المهم بغيتك تتعقل مزيان وتقول ليه واش شفتيش حركة فاش كنتو تمه داز من حدا كم شي حد ولا بانتلي كم شي طموبيل اخرى اي حاجة المشتبه بيه قال لا ما شفت وارو فاش وقفنا مكان حتى واحد وملي كنا غاديين بانتلينا الطموبيل واقفة الصخر قال هي طاحت من السماء زي ما ما سمعتو حس ما شفتو حد قال المشتبه بيه لا والله ما كان كتب وهو يقول الصخر بصوت كي زعزع وفين كنتي غارق كنتي مامساليش تفوع لارباعة المكابيت المشتبه بقى ساقت ضرب الصخر بالكرسي اللي حداح تقفز المشتبه بيه وخرج زاعب ودخل غرفة اخرى وهو يقول شنو قالت هادي؟ عمر قال نفس الهضرة اللي قال خينا تخلعوا وهربوا خافوا يبلغوا تحصل فيهم الصخر قال طلقوهم يمشيوا في حالهم وهو يقول مراد نخلي وهو ما تعرف يكون متافق هو وياها ودارسين القضية وداربين حسابهم صخر قال صخر قال ماشي هو اللي قتل كنت عاربها من لول وهم الشاهدين الوحيدين الجريم ساعة المكبوت والصلقوطة كانوا خدامين طلقوا الزمر يمشي في حاله طلقوا صراح دوك الجوش وبدو كيقلبوه لأديل لبجي هافرة ولكن ملقوا حتى خيط يوصلهم للفاعل صخر بدا كيتعصب وحالف حتى يلقي القبض على القاتل بش مكان ومرت الهيام والقضية ما فيها حتى جديد وما خلوا فين بحثوا ووان وبعد يوم متعد أرجع صخر لداره دووش ولبس حويجوه وهزته موبيل وتحرك بقى غادي حتى وقف قدامه حد الفيلة كبيرة دايرة بها حديقة شاسعة ادخل مع الباب الحديدي بعد ما فتح له العزاس حطها ودخل ديري كتل الصالة فيها طبلة كبيرة دايرين بها الكراسة تقدموا التحنة عند مراف الخمسينات وباسها من راسها وقلس في راس طبنة مقابل معاه في الراس لاخر الراجل في أوائل الثلاثينات واسيمه كيشبه الصخر شعره بونهي وعيون زرقين ولكن زرق فاتح ولحيام التراسية وجسم منحوت طول قدوا قد صخر في الطولة قلس بجنبه فتاة في العشرينات شعر ذهبي وجه جميل وحرفها شهبيه قلس صخره باشر بالأكل بدون كلام احتنطق الراجل انا عنها قاعدة فيك تغبر حتى تدعيه ودجي مدرم ما تسلمه والد صخر قال ليه مو حش كنت سالم معاك بارك عليا نسلم غير على الوالدة وباس ايدها وهي تقول الأم ديالو رقية الله يرضى عليك والدي غير هو ما فيها باسي لسلمتي على أخوك الكبير ومراجب قال الأخ ديالو اللي اسمته سيراج الوالدة هاد الولد عندك ما ربيتي فيه والو هو يقول صخر انت اللي مربيه ومرضي الوالدين والابن الميتالي غير هنينه سيراج قال تهكم اللي فيك ما زال ما غدا تحيده إنا ما بغيش تسلم عليا سلم غير على مرات أخوك وهي تقول إله ماشي مشكلة أنا ولبت عليه السخر قال السلام ديال الله قلناها وأنا ما سلمتش على مراتك باش ما تسلمش ليا على مراتي في المستقبل حيت ما نبغيش اللي قيصها ولا يسلم عليها غمز أخوه وقال له فهمتي البلان هو يقول له سيراج الله يستر كملوه شاهو والدراريم شاتين كيف ما ديما فاش كيتلاقاه سخر كيحز خوه الكبير وكيحتار مفوت القياس اللي يشافو كيهدر معها كيقول ما عندوش معاه ولكن الحكس هو بالنسبة لي متره الأعلى بعد وفاة الأب ديالو اللي مات هادي سيني حلقتهم اللي توطيدة وخافوا اللي طبعه سيراج متفاهم وحنوم ومرن وكيحل الأمور بها داوة شابه الأم ديالو أما السخر حتى هو حني ولكن كتبان حنيتو غير مع أسرتو ولكن نون في عالي وضغية كيشعل إديه سابقينو ما كيعرفش حاجة سميت هالتفاهم بالعقل عصبي بالقياس اللي كيعرفو كيتجنب يستفزو حيث عارفينو قنبولة موقوتة يقدر ينفاجر فوجها أي واحد في أي لحظة كملوا العشاء وناد هو وخوه دخلوا للمكتب اللي كان ديال الأب ديالهم الجنرال إسماعيل بن يازين وحاليا والأخوه كيستعمل بقاوكي هضرو بمواضيع مختلفة حتى يلقاش من أوقيتها وناد سخر بغي يمشي في حالي اشرت Gر اشتركوا في القناة شكرا شكرا شكرا